دورة كيندل وإن شاء الله نبدأ مع بعض في هذه الدورة وهنتكلم في مجموعة أو سلسلة من الدروس عن كل ما له علاقة بما يسمى كيندل سلف بابلشنج هنتكلم عن مجموعة نقاط هستعرضها معكم النهاردة وهي دي هتكون مجموعة الدروس بتاعتنا إن شاء الله اللي هنتكلم في هذه الدورة عنها بالتفصيل إن شاء الله هي دي مجموعة النقاط اللي كل نقطة منهم هتاخد درس منفصل اللي هيكون له التفاصيل بتاعته هيكون فيه البي دي اف فايل اللي أسابه لكم بعد كل درس وهيكون هناك واجب الناس اللي حبه اللي فعلا حبه تشوف الموضوع وتهتم به وتتعلمه وتخوض تجربة ما يسمى كيندل سلف بابلشنج هيكون فيه واجب وأتابع معاكم وإن شاء الله ربنا يكرمكم جميعا ناخد نية طيبة نبدأ بإذن الله الدروس بتاعتنا ونشوف محتويات الكورس الشامل لنشر الكتب على كيندل ومنصة أمازون وهنسميها دورة كيندل المجانية وإن شاء الله إلى حين أن تكتمل الدروس أو يكون عندنا مجموعة من الدروس أن إلهالكم بقى على يوديمي طبعا مجانا كما تعرفون وإن شاء الله عندما يعني نصل إلى عدد معين من الدروس هاوم بنقل هذه الورشة على يوديمي وهتبعوا معايا طبعا لأن بصراحة على يوديمي بيكون بالنسبة لي أنا الموضوع بيكون مريح أكتر لأن بقدر أحط لكم المصادر ويكون في تفاعل معايا أكثر وطريقة العرض طبعا على يوديمي بتكون مور بروفشنال احترافية أكثر لأن يوديمي ما هي إلا منصة للكورس أو للورش أو للكورسات فنبدأ مع بعض وطبعا أنتم عارفين سواء كان هنا أو هناك دي هدية مني لكم أنتم المتابعين المخلصين المحترمين الذين أرى فيهم الثقافة والوعي والحمد لله وكما نرى في البداية أتكلم معكم عن الدرس النهاردة إن شاء الله أتكلم عن نظرة عامة على كيندل هستعرض معاكم مجموعة نقاط كده عامة جدا هحكي معاكم اعتبروها نوع من الدردشة عن كيندل لأننا لما باجي أشرح لكم حاجة أنا دايما أفكر في الشخص اللي ليس له أي فكرة عن الموضوع فنفترض أن حاليا شخص عايز ينضم لنا وما عندوش فكرة عن حتى ما هو كيندل وما معنى كيندل فخلينا نحكي من البداية سواء كنا عارفين أو مش عارفين الناس المبتدئين معنا فخلينا نراعي هذه النقاط أول حاجة هبدأ بالكلام عن نظرة عامة على كيندل أو كيندل بابلشينج أوفر فيو بعد كده هكون عندنا درس منفصل بتكلم فيه عن how to find a profitable niche حابب مثلا أتكلم عن self improvement أنا حابب أتكلم عن أخذ الاتجاه بتاع weight loss أو اللي هو فقدان الوزن حد عايز يخص الموضوع ده طبعا من الموضوعات المربحة لكن هنتكلم التفصيل عن الحاجات دي وهل ده فعلا الموضوع يناسب حد مبتدئ ولا لا وهل السوق على كيندل يسمح بأن شخص جديد يقدر يدخل وينافس كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل ما هو ال niche المربح اللي أنا ممكن أبدأ به في البداية وأقدر أخذ جزء من ال pie بعد كده هتكلم معاكم بالتفصيل عن keyword research وده من أهم الدروس إن شاء الله والبحث عن الكلمات المفتاحية وما هي الأدوات tools أو extensions اللي احنا بنستخدمها سواء كانت مجانية أو غير مجانية هنتكلم عنها بالتفصيل لو مش متاح إن أنا أقدر أشتري حاجة بفلوس طب أعمل إيه هل ممكن أشتغل بطرق مجانية طبعا كل شيء موجود وإن شاء الله ما فيش أبدا حاجة معنا اسمها مستحيل هم الشيء يكون عندنا النية والعزيمة الصبر المثابرة يعني هاي دي الكلمات المفتاحية بتاعتي أنا بقى ليكم إن أنتم يكون عندكم صبر ومثابرة ونية طيبة ويكون عندكم جلد عندكم عزيمة لو عندكم كل هذه الأشياء فربنا هيكرمكم وزي ما ناس قبلكم وصلت أنتم كمان تقدروا توصلوكم بعد جدا هنتكلم عن how to create a title that sells that draws the attraction of customers يعني فن كتابة العنوان ذاته ازاي يكتب عنوان مش مجموعة كلمات توضع جنب بعضها وخلاص لا طبعا الموضوع ده لو دراسة طبعا أنا بقى لي فترة يعني شغال في كيندل مش فترة طويلة لكن فترة كويسة بقدرت يعني فيها إن أنا أجمع المعلومات وإن أنا أقدر أفهم المواضيع الحمد لله بشكل كويس طبعا أنا في ناس بتابعها وأنا برضو أقولكم هنا على الناس اللي أنا بتابعها مين هي لو أنتم برضو حابين تتابعوا الأشخاص دول طبعا هو للأسف هم كلهم أجانب لكن لو حابين طبعا ده أول واحد أنا بتابعه اللي هو ستيف جيمز هو ده اللي كان عنده الكورس اللي أنا حكيت لكم عنه اللي هو تقريبا بتسعين دولار برضو اللينك بتاعه يكون محطوط بس الكورس باللغة الإنجليزية وبفلوس فأنا هنا علشان أبدل لكم الموضوع ده أخله لكم بالعربي أكلمكم عن كيندل بالعربي وفي نفس الوقت يكون لكم هدية مني لكم بس أمي شيء لا تنسوني من الدعاء إن ربنا يكرمني ويكرمكم ويوفقكم ويوفقني عندكم هنا بقى تاني شخص أنا بسمع له اسمه إميكا أوصاي ده من الناس اللي خلص له فترة في المجال بس يعني مسكيا الرجل ده معظم الفيديوهات بتاعته معرفش هل في ناس ما بتحبوش ولا إيه إنه بيقول كلام مفيد حقيقة لكن للأسف زي ما ترافين هنا نسب يعني لو أخدها الناس اللي معجبة بفيديوهاته أو مش معجبة نسب يعني مش كويسة طبعا هو اللون الأخضر ده بيكون فوق التسعين في المية ليا اللايكس والديس لايكس يعني لكن بشكل عام أنا ليا قناعاتي الرجل بيقول كلام مفيد وكويس فأنا بسمع له ده شخص آخر أنا بسمع له يعني هو طبعا مش بقوتهم لكن أيضا أنا دايما بحب أشوف هو بيقول إيه في سيدة اسمها كارلا ميري دي أنا برضو بحب أسمع أشوف هي بتقول إيه فيعني دول أنا بتابعهم طبعا في واحد كمان نسيت اسمه أكيد يعني ليس هؤلاء فقط يعني هناك أيضا مجموعة أخرى من الكتاب والناشرين ويوتيوبرز ممكن أبقى استعرضهم معكم فيما بعد فيعني دول كانوا الناس اللي أنا يعني بتابعهم ومازلت طبعا بشوف هم بيقولوا إيه في هذا المجال نعود تاني مرة أخرى إذا كلمنا عن هيكون فيه درس منفصل عن كيفية كتابة العنوان أيضا سيكون هناك درس منفصل عن كيفية تصميم الغلاف وكيفية تصميم غلاف يجذب القراء تأتراكت الناس اللي بتشتري مش بس قراء يعني أنا ممكن أبدل كلمة قراء بأن أنا أقول الزبائن يعني الكاستمرز اللي هيشتروا لكن هو بصراحة بالنسبة لي هم أيضا قراء يعني أقول لكم ليه لو رجعنا هنا خلوني أدخل معكم على الحساب بتاقي ده This is my account ده حسابي شخصي لكيندل هنا كي دي بي ده معناها كيندل دريك بابلشينج فهنا مثلا ده عدد الصفحات من يوم 13 ل 12 فبراير اللي هو النهاردة 12 فبراير 2019 كيندل اديشن نورمالايز بيجز عشان كده أنا بقول على اليوم كراء لأن الأشكال اللي انتو شايفينها تحت دي بتبين عدد الصفحات التي تقرأ كل يوم يعني النهاردة مثلا انتو شايفين هو تحت 12 فبراير 2019 على اليمين ده بيبين عدد الصفحات حتى هذه اللحظة الآن ساعة 6 و 8 دقيق 6 مساء أكيد انتو طبعا عندكم زودوا بقى 9 ساعات يعني الفرق بيني وبين مصر 9 ساعات فانتم متقدمين عننا في الوقت الألوان بتختلف على حسب الكتب زي ما انتو شايفين فيه كتاب معين لونه هو ده اللي مكتسح يعني ف عشان كده أنا بقول عليهم كراء لكن لو بنتكلم عن السيلز فبضغط هنا كده ده يجيب عدد السيلز فعدد السيلز هنا 183 في خلال هذه الفترة والألوان أيضا تبين وتوضح الكتب يعني كل لون ده بيكون كتاب مختلف تمام ف يعني حبيت أطلعكم على الشكل فعشان كده هنا أقول customers ولو جينا على KENP Red بيكون قراء ونعود مرة أخرى للنقطة دي أنا عندي 1 2 3 4 ده الدرس الخامس هيكون عن كيفية تصميم الغلاف هنتكلم بقى إن شاء الله عن إزاي أنا لو أنا حابب أنا بنفسي أعمل الغلاف كيف أصمم الغلاف عن طريق بوب سايتس مجانية طبعاً طبعاً كل حاجة في هذه الدورة أنا دايماً أتكلم عنها بقدر المستطاع أكلمكم عن إزاي أو كيفية التوصل لهذا الشيء بشكل مجاني الشباب حبيبي في البلاد العربية وهم كثر يعني طبعاً تعرفين كمية إزاي بالمواصل يعني كيف والله من فترة لما الشاب المغربي قال لي أنه مش فاهم كلامي وهو عمل لمشكلة أن أنا بركز طبعاً الكلمات التي أستخدمها هل هي مفهومة أم لا فالله يكرمكم اكتبوا لي لو كلامي واضح لو في كلمات مش واضحة لو أنتم في البلاد العربية الأخرى هل هناك بعض كلمات من الكلمات التي أستخدمها في هذا الفيديو أو في الفيديوهات بشكل عام هل هي مفهومة غير مفهومة هل هناك كلمات محددة تحبوا أن أنا أستخدم يعني كلمات بدلاً منها أو أنتم مش فاهمينها يعني اكتبوا لي لو كلامي واضح الله يخليكم ونعود مرة أخرى لهذا الجزء هنتكلم بعد كده آه قلنا هنا تصميم الغلاف إزاي لو أنا حابب أن أنا أعمله أو لو أنا ما أعرفش عمله إزاي أصل لناس على ويبسايت زي فايفر مثلا في حاجات طبعا رخيصة بتبدأ من 5 دولار في حاجات أعلى وأغلى أنا إن شاء الله لما أصل إلى هذا الفيديو هكلمكم عن كل التفاصيل وما عنديش مانع أبدا إن أنا أيضا أحدفكم وأخبركم بالأشخاص اللي أنا بتعامل معهم لتصميم الغلاف سواء كانوا مصممين من باكستان أو أنا عندي حتى فيه شاب بتعامل معاه من المغرب العربي وهو رائع بصراحة وتعاملت مع ناس كتير من ألمانيا تعاملت مع حد من أمريكا حد من روسيا ففي ناس كتير من جنوب أفريقيا تخيلوا فنتكلم عن ده بالتفصيل إن شاء الله عندما نأتي لهذه النقطة طبعا بعد هذا بعد هذه النقطة إن شاء الله سيكون هناك درس منفصل عن كتابة المحتوى المحتوى الكتاب يعني كتاب نفسه بقى كام كلمة وهنعمل فيه وموضوع عدد الكلمات ده لازم أتكلم فيه معاكم ولو أنا ما بعرفش أكتب باللغة الإنجليزية لو أنا هعمل لحد إن أنا أجيب حد أدور على ما يسمى وأبحث عن ما يسمى جوست رايتر كلمة جوست يعني شبح رايتر كاتب فيعني إيه كاتب شبح اللي هو بمعنى صح أنت بتشوف حد هتديله مبلغ وهو يكتب لك وهو الراجل مش عايز يحط اسمه على الكتاب ولا له أي علاقة هو بس خلاص أخذ فلوس مقابل الكتابة اللي كتبها وعطاه لك طبعا أنت اللي بتحدد له يكتب إيه وإنت بتديله العنوان والفكرة العامة وخلاص بتسيب وهو يعني كل شيء فيه ناس بتكتب المحتوى بنفسها أنا كتبت حاجات كتير بنفسي في مجال تخصصي فيه حاجات أنا بعمل لها هايرينج لبعض الأشخاص فيه حاجات أنا وهم بنكتب مع بعض ففيه كذا حاجة طبعا هنا بس ملحوظة عندي هنا أنا قلت العنوان وهنا الكافر أو التصميم الغلاف وهنا المحتوى بتاع الكتاب التلات نقاط دول مش لازم بالترتيب ده يعني أنا شخصيا لما ببدأ أكيد أنا ببدأ بالفكرة ذاتها أنا هكتب عن إيه النيش بتاعي كذا كلمات مفتاحية بتاعتي اشتغلت عليها المحتوى ذاته اللي أنا هعمل هايرينج لشخص عشان يكتبه أولي مثلا طبعا ممكن أكتب بالعربي بس خلوني أكون صريح معاكم الكتب اللي باللغة العربية يعني لو ما كنتش مشهور وكده مش هتتباع السوق والمجال كله حاليا للغة الإنجليزية طبعا في ناس لها محاولات باللغة العربية بس مش نكحة بالدرجة إلا لو كنت ناشر مشهور مثلا وكتبك معروفة عندنا المحتوى عندنا الغلاف عندنا العنوان بعد كده بعمل إعداد للكتاب للنشر وده يكون فيديو آخر إعداد الكتاب بعد كده بقى لازم أعمل طبعا أكيد كيفية إنشاء حساب ما يسمى KDP أكاونت إزاي أعمل ده برضو همشي خطوة بخطوة معكم يعني شوفوا يعني إن شاء الله كل حاجة هنتكلم عنها بالتفصيل طبعا الشغل اللي أنتوا شايفينه ده والنقاط دي مبنية على دلوس أنا خدتها وعلى كورسات أنا خدتها سواء كان لستيف جيمز أو لغيره على أشياء أخرى أنا أريدها أشياء بسمعها أنا أريد كتب كتير حقيقة عن كيندل في البداية إننا إزاي أشتغل في الموضوع ده فلازم طبعا يكون عندنا الرؤية العامة للموضوع بعد كده هتكلم عن خلاص بقى إحنا عندنا كل حاجة ننشر الكتاب النقاط الخطوات هأبقى أعمل ده معاكم بالتفصيل أعمل لكم ما يسمى ديمو ونشوف مع بعض كل هذه النقاط بعد كده نظرة على الكتاب بعد النشر ونتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله كيفية رحصوله على التقييمات هني بنتكلم عنها برضو وإن شاء الله نقترح بقى مع بعض كده إن إحنا نعمل صفحة على الفيسبوك وزي ما عندنا صفحة كده لميرش باي أمازون والحمد لله عملت يعني لاقت نجاح كبير وفيه دلوقتي تقريبا ثلاثة بيساعدوني على الصفحة بيساعدني أحمد غسان ومحمد مسعد وأخيرا انضمت لهم الشيماء فقد ترخرهم مشكورين فأنا حبيت أقول أساميهم وأشكرهم يعني في هذا الفيديو على المجهود اللي بيبزلوه في الصفحة من متابعة وكل حاجة نعمل صفحة إيه رأيكم اكتبولي لو حابين نعمل بيج أو جروب على الفيسبوك لو الفكرة أعجبتكم اكتبولي وقولولي آه نعمل صفحة ونتكلم بقى فيها مع بعض ونحط كل اللي احنا عايزينه وحتى فيما بعد ده هيفيدنا كتير ناس الجادة في الموضوع يفيدنا في موضوع التقييمات وهبقول لكم ازاي بقى ونعمل ده ازاي وازاي التقييمات دي ممكن ترفع الكتب والرانك بتاعها وكل حاجة ان شاء الله لو كده قلولي ونعملها بعد كده هنتكلم عن الماركتينج التسويق ده هيكون برضو فيديو منفصل طبعا عدد الفيديوهات مش شرط يكون هي دي فقط يعني احنا ممكن بعد كده اضيف يعني فيديوهات اخرى اتكلم فيها عن اشياء اخرى لكن خليني اقول هذه هي البداية وهو ده الفريم بتاعنا اللي احنا نشتغل من خلاله والاطار يعني اللي احنا هنتكلم من خلاله عن كيندل وكون ان احنا نعمل هذه الاشياء خلاص احنا لو اتقلنا النقاط اللي امامنا احنا كده مستعدين طبعا ان شاء الله ان احنا ندخل المجال ده سامي شيء لا تتعجلوا ما مش عايز حد يتصرع بعد اول او تاني فيديو خلاص انا هبدأ لعب شويش كده واحدة واحدة وربنا يكرمكم بعد كده عندي فكرة التسويق للكتاب وبعد كده انشاء حساب للمؤلف دي برضو نقطة مهمة جدا نتكلم عنها اخر شيء نتكلم عنه لو فيه تقييمات سلبية نيجاتف فيوز هنتصرف ازاي طبعا بتزعل بس هنشوف يعني ان شاء الله نتعامل مع ازاي الانتحاد قوة كما تعرفون فخلونا نشوف موضوع احنا نتكاتف مع بعض ونساعد بعض لان احنا فعلا هنحتاج ان احنا نكون اللي يشتغلوا معايا في المجال ده اللي حابين الشغل ده خلونا نتكاتف ونساعد بعض فيه فطبعا الناس الشباب بتعمرش ده اتجاه هنا اتجاه اخر فكل موضوع كل مجال للانلاين له ناسه فاللي حابب الموضوع ده بجد يخليه بقى معايا ويتابع وخلينا نشوف اكتبولي وقولولي ان احنا جدين وعايزين نكمل معاك وكيد برضو كلامكم ده هيديني دفع ان انا اكمل لكم اكتر ان شاء الله فنعمل الصفحة وبعد كده نبني نقلها مع بعض على يد يعني هنعمل حاجات كتير ان شاء الله طبعا ما فيش حد بيكبر في يوم وليلة الموضوع بيحتاج ايام واسابيع وشهور فخلونا بس نبدأ امش اي نبدأ ما نفضلش ناجل في نفسنا كده ناجل ونعطل وناجل الموضوع لا ما ينفعش نبدأ ونتقل على الله لان خلاص يعني هي الجبال عبارة عن ايه يعني الجبال دي ايه من الحصة والالف ميل بيبدأوا بخطوة فخليه نبدأ بقى اول خطوة النهاردة ان شاء الله مجموعة نقاط بقى نتكلم عنها خلاص احنا شفنا دي طبعا amazon.com هو ده الوبسايت طبعا احنا منتكلم عن .com اكيد في حاجات اخرى غير .com بس احنا مركزين على السوق الامريكي .com يبقى امريكا على طول يعني تتكلم عن 50 ولاية 50 بلد في بعض غير لما تتكلم عن المانيا او amazon بتاع اليابان او amazon بتاع فرنسا او انجلترا لا احنا مركزين على amazon.com وده الاساس وخلونا نركز اكتر على amazon.com لسبب بسيط جدا ان amazon.com هو ده رقم واحد فيما يسمى online retailer كلمة retailer retailer يعني البيع بالتجزئة عارفين البيع اللي هو بالتجزئة او بالقطاعي احنا نقول في مصر بالقطاعي ده اكبر موقع online في الدنيا كلها هو amazon.com طبعا amazon.com هو منصة للبحث للسرش يعني عارفين منصات يعني مثلا google.com ده رقم واحد في العالم youtube.com ده رقم اثنين في العالم ويوتيوب وجوغل شركة واحدة مجموعة ويوب سايتز منها الويب سايت ده فخلونا نقول amazon.com هو search engine يقولوا عليك كده بالانجليزي search engine بس الفرق بينه بين جوجل وما بين اليوتيوب وما بين ياهو ما بين بين ان المنصات التانية دي او search engines التانية ببلاش مجانا يعني انت بتدور على حاجة ببلاش يعني اللي بيروح على جوجل وما بين amazon.com ان الي بيجوا هنا على الوب سايت ده ويعملوا البحث بتاعهم دي ناس عايزة تشتري فخلونا نقول ان ملايين ملايين الزوار الي بيجوا على amazon.com دول ناس جايين للشراء مش بس ياخد معلومة مجانا كده وخلاص ويمش اللي عايز معلومة مش هيجي على amazon اللي عايز معلومة هيروح ل google.com او bing او ياهو تمام فدي نقطة ده معناه ان دي ناس عايز تشتري طبعا الناس دي الزوار ملايين الزوار واللي انا واحد منهم الكريدت كارد بتاعي مربوط هنا بالاكاون بتاعي بحسابي فكل الملايين اللي موجودين على amazon.com دي ناس جاهزة اشتري والكريدت كارد بتاعهم مربوط على طول بالحساب بتاعهم فما عندهم اي مانع ان هم يشتروا طبعا اول حاجة بنعملها لو انا شخصيا عايز اشتري كتاب انا عايز ابحث عن شيء اقراء بروح هنا على طول وبختار kindle store وبكتب هنا اللي انا عايز خلوني هنا مثلا اكتب classroom management اهو classroom management الكلمتين دول اللي بتعمل عليهم زي ما انتم شايفين 40,000 عملية بحث 40,500 خلين نقول 41 كل شهر بتعمل 41,000 عملية بحث عن ما يسمى classroom management طبعا عشان اطلع الارقام دي خلاص يعني لا داعي ان انا اكرر كلامي اكيد انتم ممكن تزهو منه ان دي اداء او extension طول ان انا بنزل ها على chrome الامداد ده اسمه keywords everywhere وبعمله installation على chrome ومن خلاله بقدر اشوف الارقام دي فغلاص ده احنا يعني حفظنا وعني عرفنا وهي دي الاداء ده الشكل بتاعها او keywords everywhere لو انت بتسمعني اول مرة لو سمحت روح نزل الاداء وعمله installation عندك على chrome وارجع كمل الدرس فاول ما كتبت اهو من قبل ما كمل الكلمة classroom management على طول ظهرتلي ومش بس كده طبعا ده بيسموه long tail انا مش اتكلم بالتفصيل عن الحاجات دي لان دي لها درس تاني انا بس حابب اقول حابب ابحث عن كتاب عن ما يسمى الغلاف يعني زي ما احنا شافيه ممكن يكون غلاف رائع ممكن يكون غلاف نص نص يعني فبرده الناس تحكم من خلال الغلاف ودي الصفحة التانية لنفس الكلمتين classroom management وهنا تلاقوا كتابي انا اهو وده اسمي وده الكتاب كتاب classroom management in five days الغلاف ده بيتعمل ازاي العنوان ده بيتكتب ازاي ده ده دراسة يعني وموضوع كده فطبعا هنا بيباني الرانك بتاعه وترتيبه اكيد ده احسن بكتير من اللي تحت ومن اللي فوق شايفين كده فده يعني طبعا كل ما الرقم ده يقل يكون احسن احيانا الرقم ده يقل قوي على حسب والله يعني في الشهر يعني ما بين 100 ل300 وهكذا فدي من الحاجات المهمة فكرة ان انا احكم على الكتاب من الشكل ودائما خلوني هاخد الكتاب ده كمثال ان انا اتكلم عنه معاكم ده كتابي وانا ادرى بحكتي وانا ممكن اتكلم كويس عن الكتاب لان دي حكتي فكرة اسم الكاتب ان انا هنا انا اسمي طبعا هنا موجود مستعار وانا ممكن مش لازم احط اسم لان بصراحة يعني انا بشوف ان دي بتكون احسن لو انا احط اسمي اضع اسمي على ما انا كتبته لكن لو حاجة انا مش هكتبها واخد الموضوع كبزنس ممكن اكتب اي اسم مستعار يعني فدي نقطة اخرى وبما اننا بنتكلم عن فكرة الاسم المستعار او ما يسمى pen name خلوني بقى يعني اريكم مثالا حيا على هذه الفكرة انا لو جيت هنا وكتبت مثلا الاسم المستعار اللي بينفاكرين الشخص ده اللي انا قلتلكم عنه ان انا بتابعه يعني بتابع كل اللي بيعمله على اليوتيوب واخدت الدورة بتاعته ده اسمه ستيفن جيمز فاحنا يعني خلاص متفقين وعارفين اسمه متفقين على هذا وعارفين هو ايه وبيعمل ايه وعلى اليوتيوب ومعروف حيا وقرب على مليون مشترك يعني عقبالنا ان شاء الله المهم جينا هنا لو انا كتبت مثلا ايه لان انا اعرف طبعا يعني كتبه اعرف بعضها فلو كتبت لكم مثلا هنا gambling كلمة gambling اه gambling cure مثلا اه شايفين الكتاب ده من المؤلف اسمه ايه المؤلف اسمه مايكل جونسون يا ترى مين هو مايكل جونسون مايكل جونسون هو ستيفن جيمز هو الشخص ده كيف عرفت انا اعرف لان انا طبعا عندي الدورة بتاعته وفي تفاصيل الدورة هو طبعا بيعطينا المثال الكتاب ده يعني كمثال للشرح بتاعته لفكرة العنوان وازاي اكتبه طبعا لخطوات هل بنجلها ان شاء الله وهنا شوفوا يعني ده ستيفن جيمز اول من تكلم عن موضوع كيندل شوفوا هنا الكتاب الرنك بتاعه مش حلو خالص يعني الرنك بتاعه 709 فاكرين الكتاب بتاعي ايه رأيكم انا كنت متنوا حاجة صح ده 700 فاي على حسب بس طبعا برضو هنا من النقاط اللي بنعشها شوفوا كتاب هنا كام صفحة 17 هل ده صح هل ده خطأ هل ده يواكب العصر هل ده صح في 2019 هنتكلم بالتفصيل عن كل هذه الاشياء فده كان مثال وشوفوا الكفر هل الكفر ده كويس هل وحش ازاي بيتعامل بعمله فين بكام كل الحاجات دي هنبقى بنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل التقييمات اللي احنا شايفينها هنا دي وهل ازاي انا اتعامل معاها طبعا الاكثر هنا للخمس نجوم لكن للأسف في نجمة في اتنين في تلاتة في اربعة موجود ده موجود فبرضو ازاي اتعامل معاها ازاي اتعامل مع التقييمات السلبية طبعا باجي هنا على اليمين بيكون في باي ناو وذ وون كليك يعني مجرد اضغط انا اشتري الكتاب على طول فدي من الاشياء المهمة زي ما قلت لكم من شوية ان فعلا الناس اللي بتيجي على Amazon.com الناس مستعدية على طول انها تشتري ولو انا مش عايز اشتري وعايز اتصفح الكتاب هناك طريقتان الطريقة الاولى ان انا اضغط على الغلاف وان انا استعرض بعض الصفحات او طبعا هنا مش هعرف استعرض اي حاجة جاري الغلاف وكلمتين لان كتاب كله 17 صفحة فعلى حسب عدد الصفحات لكن هناك طريقة اخرى ويضي الطريقة المثلة ان انا اجي هنا وقوله send free sample على الاكونت بتاعي على طول ويجي لي هنا على التليفون اخر continue شكرا ويكون جالي على كندل طبعا هنا في التليفون هنا في كندل زي متو شايفين اهو كندل فانا لو جيت دلوقتي فتحت كندل فتحت الابليكيشن وانتظرت شوية اهو الكتاب خلاص بقى عندي جزء منه طبعا مش كله اللي هو free sample 3 4 5 6 6 صفحات جالي منه 6 صفحات ان انا استعرضه لو اقتنعت به اقدر اشتري فدي نقطة مهمة ارجع تاني لنفس الصفحة اللي كنا عندها نستعرض الشكل مرة اخرى فانا خلاص عندي هنا طبعا هناك انواع من الكتاب مش بس ال e-book او ال kindle انا ممكن يكون عندي ما يسمى paperback ممكن يكون عندي ما يسمى audio book لفترة طويلة انا كنت في الصفحة الاولى يعني طبعا اهم شيء واجمل انت تكون في اول صفحة don't count اللي كتب عنده sponsor ده سيبك منه راجب ده عبيدة ده بالفلوس انما يتكلم الحاجات الارجانيك الطبعية هي دي اللي بتكون مهمة انا حاليا في الصفحة التانية بس طبعا اننا اكون في الصفحة التانية ما بين مئات الصفحات ده شيء رائع عدد الصفحات شوفوا كام انا الحمد لله في الصفحة التانية ده شيء كويس جدا طبعا دي صفحة الاولى من الاشياء المهمة اننا لازم اخد بالي منها وبرضو هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد الجزء ده ده يوضح ويبين عدد الكتب التي كتبت في هذا الموضوع classroom management عندك 4000 لا عندك 4000 اكتر من 4000 كتاب وده انا بالنسبة لي انا عارف انه مش مربح لكن انا بكتبه لان ده شغلي وده تخصصي وانا بحضر مؤتمرات وبد دورش هنا في امريكا للكيتو 12 teachers للا السادزة بتوع مرحلة الرودة من ابتداء الحاد الثانوي طبعا انا هنا برضو عايز اعرف هل الشيء ده مربح ولا لا في الحمرة والصفر دي مش كويس يقول لك ان الكلمة دي اولا ال popularity بتاعتها مش 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 بالدرجة ان تلاقي ناس يبحثوا عنها في نفس الوقت هنا بيقول لك ان المنافسة فيها قوية يعني حكتين مش لطاف المنافسة قوية وفي نفس الوقت مش 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 وهنا بالاصفر يقول ان العائد كل هذه الاشياء ايضا هنا من الاشياء المهمة ما يسمى description اللي هو وصف الكتاب اللي هو الجزء ده وبيبقى فيه هنا read more او ده الجزء ده الوصف بتاع كتابي اللي هو حاب بياخد فكرة عن كتاب يارى الجزء ده ازاي اكتب ده وازاي احط البولتس او النقاط دي كل ده ليه شغله وليه حكته ان احنا هنتعلم ان شاء الله مع بعض عندي ست تقييمات هنا والحمد الله كلها ايجابية دي صفحتي هنا ده اللي انا ارتلك عليه اللي هو الصفحة صفحة المؤلف اللي انا ارتلك عليها هنا اللي بتسمى author central account فلو ضعطت عليها تلاقي كتب الاكاديمية بتاعتي هنا في هذا الجزء ده سعر الكتاب وزي ما قلت لكم بيباب فيه ده وفيه paperback وفيه audio لكن الكتاب ده هنا بقى لو نزلت تحت شوية هنا اشوف مثلا عدد الصفحات طبعا الكتاب مش كبير قوي بعد كده انا دكت مرحلة من المراحل لكن بعد كده كتبي ده تطل عن 70 80 90 صفحة هنا ده الترتيب اللي انا قلت لكم عليه ده اللي هو مهم قوي اللي انا هنا عندي 24000 وان شاء الله تقل اكتر من كده لان كل ما قلت كل ما اصبحت احسن هنا ده ترتيب حلو قوي اللي هو اهل من 100 في التصنيف بتاعه اللي هو classroom management وهكذا فدي تصنيفات اخرى فيعني ده من الاشياء المهم ايضا فعندي هنا الوصف وعندي الـ rank بتاعه وما يسمى BSR كلمت انا عن الموضوع ده في فيديو منفصل BSR بس كنت بحكي عنه اللي مارش بصراحة مش لكندل حاجات كتيرة هنا رأيز اعمل share للكتاب سواء كان على pinterest او twitter او facebook او حتى ابعته في email كل هذه الاشياء مهمة جدا طبعا فكرة الـ reviews اللي انا اتعامل معها ازاي لو نزلت خالص اهو بشوف الحمد لله كلهم حلوين هنا verified verified purchase دي لو الشخص اللي بيكتبلك ده شخص اشترى الكتاب مش مجرد واحد بيكتبوه خلاص فدي بتكون ايضا من الاشياء المهمة بكده نكون خلصنا الاستعراض لما يسمى Kindle Self Publishing طبعا ما تنسوش نقطة اخيرة هنا بيكون فيه سعر للكتاب هتكلم عنه بالتفصيل فكرة طب السعر لو كده انت بتاخد كام وهم بياخدوا كام امازون بياخدوا كام ده يكون في المرات القادمة ان شاء الله ده كان الاستعراض خلينا نقول بقى ان فيه هومورج فيه واجب تعمله الواجب انه انه وتدخلوا على امازون وهنا تدخلوا على Kindle Store من الجزء ده وتبدأوا كده تبحثوا وتدوروا وتشوفوا كده تستعرضوا كم كتاب ممكن تشوفوا كتب عن التخسيس مثلا او عن اليوغا او عن اي حاجة من هذه المجالات شوفوا واستعرضوها وشوفوا الكتاب ده الرانك بتاعه كام كتاب كويس ولا لا تعليقات اخبارها ايه التقييمات اخبارها ايه الريفيوز حاولوا تعملوا طبعا اكاونت على امازون مش على كندل احنا لسه مجناش لكندل وحاجات دي على امازون وتنزلوا ما يسمى اليو الفري سامبل اليو انا واريت لكو بينزل منين فعملوا ده ونتكلم بقى ان شاء الله نعمل صفحتنا ونتكلم من خلالها ونحكي ونكتب نشوف عملنا الواجب ولا لأ وحكولي وقلولي هل فعلا بدأتوا تفهموا القصة دي من البداية للنهاية ام هناك بعض المشكلات لو في مشكلة او لو في حاجة مش واضحة خلوني اوضحها لكم في الفيديو الاخر وقلولي ايه المشكلة وان شاء الله نبدأ بقى مع بعض الدرس القادم يكون عن ما يسمى او يجاد نيش مربح النهار ده احنا اتكلمنا عن النقطة دي اللي هي نظرة عامة على كيندل فدي كانت الفكرة اتكلمنا عن كيندل وخلوني اقول في النهاية النقاط دي ان كيندل ده من الفرص الرائعة حقيقة يعني كيندل يتيح لك فرصة الناشرة على اكبر منصة في العالم اللي انا قلت عليها اكبر منصة للبيع بالتجزئة حاجة تانية ممكن اكتب ممكن اتخصص في الفكشن او النون فكشن هنحكي عن كل هذا بالتفصيل ان شاء الله في المرات القادمة اخر نقطة ان ده مشروع متاح لكل الناس to anyone with computer وانترنت عندك computer عندك انترنت تقدر تشتغل في الموضوع ده وهذا المشروع من اهم مشاريع ما يسمى passive income بكده اكون خلصت فيديو النهاردة شكرا ليكم تابعوا معايا اكتبولي في التعليقات انطبعتكم عن اول درس وربنا اكرمكم ويوفاكم وهذا هو شكرا لكم ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة